مرحبا وتحياتنا لكم متابعين واتس اوب ميديا نتورك اكيد متل ما عودناكم نعمل هيدا الفيديو لنعطيكم اخر المستجدات والتطورات اللي عم بتصير بالولايات المتحدي الامريكية وخصوصا انه هيدا الاحداث والتطورات عم بتشيل بي عم بتصير اكيد بشكل متسارع حابب احكي عن اربع نقط او ثلاث نقط رئيسية اليوم بشكل سريع هي المناظرة الرئاسية الي صارت نهار الخميس والانتخابات الرئاسية النقطة الثانية رح نتحدث عن موافقة على اول علاج لفيروس كورونا والنقطة الثالثة رح نعطيكم اخر المستجدات فيما يتعلق بالحزمة التحفيزية الاقتصادية التانية بالنقطة الاولى صارت مناظرة رئاسية مبارح وهي المناظرة الثالثة والاخيرة ما بين الرئيس الامريكي دونالد ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن تفاجأ الجميع باداء الرئيس الامريكي دونالد ترامب حيث كان منضبط يستمع الى خطاب او حديث بايدن او اجوبة بايدن لم يقم بمقاطعته وحتى كمان كان عم يخد الاذن من الصحفية اللي كانت عم بتدير المناظرة مبارح اللي كتير عالم صراحة اسنوا على الشغل اللي قامت فيه وقالوا يمكن الفائز من هذه المناظرة كانت المحاورة اللي كانت عم بتحاور المرشحين فمناظرة مهمة جدا قدر ترامب انه يبين انه هو فيه يحاور فيه ياخد نقط على بايدن بايدن تفاجأ باداء ترامب وحتى بايدن قال شغلات رح تأزيه صراحة متل الشغلة اللي قاله انه هو رح يعمل الالمينيشن للأويل اندستري يعني هو رح يوقف الأويل اندستري بامريكا اليوم عم بتحاول الكمبين تبع بايدن انه يعملوا متل دامج كنترول يرجعوا يفسروا اللي قالوا بايدن يغيروا الحكي شوي فمناظرة كانت كتير مهمة صراحة بس الحديث يمكن يمكن 48 مليون واحد اريدي صوتوا بالانتخابات الامريكيين متلو بتعرفوا التصويت في امريكا بلش من اسابيع في عدد كبير من الولايات اريدي عن كل رقم كتير كبير صوت بالبريد هو 48 مليون امريكي اريدي صوت بالبريد فهل يترى اجت التغير في اداء ترامب متأخر اي ولا لا هل يترى رح تنفعوا المحاولات في الساعات الاخيرة لحتى يسكر هذه الهوي مبين بايدن بايدن متقدم في 90% من استطلاعات الرأي بس متلو بتعرفوا بال2016 استطلاعات الرأي كانت عم ببين انه هلير كنطن هي ربحانة بفرق حتى اكبر يعني الاستطلاعات الرأي كانت من الموجودة هلأ حاليا بال2020 بس متلو ما شفنا بال2016 الاستطلاعات الرأي كانت غير مشدي صراحة ولم تقدم الفكرة المزبوطة عن الانتخابات الرئاسية هل سوف يتكرر الامر في 2020 سوف تثبت صناديق الاستطلاع هيكي سراحة هل يترى رح يربح ترامب او يربح بايدن ان شاء الله بنعرف ما رح نقدر نعرف بنوفمبر 3 حسب ما عم تقول ولاية كتير بسبب يعني الارقام العالية من المشاركات اللي عم بتصير في الانتخابات ما رح يقدر يعرفوا الفائز الا لبضعة ايام بعد الانتخابات اكيد بيكون عنا تصور عام بنوفمبر 3 شو هو التراند يعني شو هي العالم كيف صوتت بس النتائج النهائية ما بعتقد تصدر قبل ايام صراحة النقطة الثانية اللي بنا نتحدث فيها هي علاج كورونا لأول مرة صراحة واول دواء يتم الموافقة عليه وبيعطوه موافقة كاملة من لجنة مراقبة الدواء والاغذية الاف دي اي اليوم عطوا الموافقة لريمدازافير كأول دواء وكأول علاج لفايروس كورونا موافق عليه مش بس انا كمباشن بيسز يعني مش بس الحالات الطارقة والحالات الميقوس منه لأ صار فول ابروفل يعني عطوه موافقة كاملة حتى المستشفيات وكل الدكاترا والكوادر الطبية في يون يستعملوا هيدا كدواء وكعلاج وكمضاد حيوي ضد الفايروس كورونا فهيدي اللقطة الثانية هيدا مؤشر ايجابي صراحة انا مبارح نسأل الرئيس دونالد ترامب عن اللقاح حاليا ترى هناك لقاح قريبا قال نحن نحن أسابيع قليلة بعيدين عن اللقاح في كتير عالم ما بشككوا بالموضوع كله بيرجع لهيد الشركة اللي ذاكر الرئيس مبارح مثل جونسون ان جونسون مثل موديرنا مثل فايزر في مراحل اخيري هاو دي الشركات هاليا ترى سوف نصل الى اللقاح قبل الانتخابات ما بعتقد صراحة هاليا ترى سوف نصل الى اللقاح من هلأ لاخر سنة 2020 ممكن نصل الى اللقاح هو نقطة الاختلاف قداش السرعة رح يقدروا فيه وزعوا اللقاح عم بيقولوا الرئيس مبارح فيه مليون مئة مليون جرعة اردي متوفرة والجيش الامريكاني رح يساهم في توزيع تلك الجروعات بس كله بيرجع قديش رح يكونوا سريعين مثل ما بتعرفوا فيه اكثر من 300 مليون شخص بامريكا وكمان الخيارة سوف يرجع الى الشعب مين رح يوافق ياخد هيدا اللقاح ومين رح يوافق كمان هيدا بيرجع الى الشعب فاكيد هيدا الابديت بالنسبة للعلاج بالنسبة لللقاح اخر ابدات بنعطيكم اياه هو بالنسبة للحزمة التحفيزية الاقتصادية التانية اخر الاخبار اليوم نهار الجمعة نانسي بيلوسي ما زالت متفائلة صراحة حتى قالت اليوم انه يمكن ان نتوصل الى اتفاق قبل الانتخابات اذا وفق ترامب هيدا بالحرف الواحد كان عنده مقابلة اليوم مع قناة MSNBC وقالت بيلوسي انه الحلو اللي صار انه على وشك انهم يعني ترامب ومانوشين والريبوبليكن على وشك ان يتبنوا العلم بطريقة جوهرية نضع الاشياء على الورق حاليا ونكتب مشروع القانون ونأمل ان نتمكن من حله يمكننا القيام بذلك قبل الانتخابات اذا اراد الرئيس فكانت واضحة كتير نانسي بيلوسي اليوم من برحل رئيس ترامب خلال المناظر الرئاسية القلوم على نانسي بيلوسي في حقيقة عدم التوصل الى اتفاق قائلا انها لا تريد فعل اي شيء من شأن مساعدته هو يعني اصده هو بنانسي بيلوسي بداش تعمل حزمة تحفيزية لانه هاي الحزمة التحفيزية اذا طلعت رح تساعده للرئيس الامريكي في الانتخابات عم بيواصل ستيف مانوشين ونانسي بيلوسي المنائشات والمفاوضات تم الاشارة الى احراز احراز تقدم الى حد الان اكيد مارك ميدوز اللي هو كبير مستشارين عم بيقول انه نانسي بيلوسي عم تمشي ببطء كتير صراحة يعني عم بيقول بالحرف الواحد لم نشهد الكثير من الاجراءات من جانب رئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي معظم التقدم الذي احرزناه كان تنازلات من الرئيس يعني عم بيقول انه نانسي بيلوسي متجمدة في موقفها وكل شيء تقدم عم بيصير هو لانه الرئيس ترامب عم بيقدم تنازلات هلا بشكل عام من المحتمل صراحة يعني تصير السفقة قبل نوفمبر 3 قبل نوفمبر 3 يعني قبل 11 ثلاثة بس يعني مش معقولة توصل المصاري قبل الانتخابات يمكن المصاري اذا وفقوا عليها توصل قبل سنة الـ 2020 يعني المفروض اذا اتفقوا المفروض المصاري توصل قبل سنة الـ 2020 بس مش معقولة توصل قبل الانتخابات فبشكل عام شو الباروم لاين لحتى نخلص هيدا الفيديو نعطيكم اخر شيء يعني صراحة عم تنخفض فرص تمرير مشروع قانون التحفيز او حزمة تحفيزية تانية من مجلس النواب قبل الانتخابات في نوفمبر 3 تقريبا يعني للسفر تقريبا يعني تشانسز نزلت للسفر صراحة اذا لم يتم صفقة حقيقية وموضوعية اليوم بحلول ليلة الجمعة يعني اذا ما اتفقوا اليوم يا اخوان بالليل نهار الجمعة قبل ما يخلص نهار الجمعة ما بعتقد يصير فيه اتفاق قبل الانتخابات يعني هاي دي من خلال متابعتنا المفروض انه يوصلوا اليوم لاتفاق خلص يتفقوا على كل شيء ما عاش يقولوا فيه بدل نحكي بكرة وبعض بكرة خلص اليوم ليلة الجمعة لازم يوصلوا لاتفاق ولازم بحلول نهية هيدا الاسبوع يكتبوا اللانجوش تبعه لهيدا الاكتراح متل ما بتعرفوا يعني وصلنا لاتفاق لازم هيدا الاتفاق ينحط على الورق ينكتب اللانجوش تبع البل البل بيروح على مجلس النواب لحتى يوافق عليه لا توجد اي مؤشرات على الاطلاق على ان العمل التشريعي الذي يجب ان يحدث لهذا الامر حقيقيا سوف يحدث صراحة لانه نحن هلأ على بعد 11 يوم من الانتخابات كل السياسيين مشغوليين بالانتخابات خصوصا انه كثير من اعضاء مجلس الشيوخ ومجلس النواب يخدون انتخابات طاحنة فتركيزهم على انه يحصلوا على اصوات ويربحوا صراحة فعم تنزل الفرص صراحة للأسف بقصة انه يوصلوا لا اتفاق نانسي بيلوسي ما زالت متفائلة عسى انه هيدا التفائل من نانسي بيلوسي يوصلنا لا اتفاق اليوم بالليل وانه يعملوا هيدا الاكتراح ويطلعوه صراحة بسبب هيدا الاخبار المنة كتير منيحة انخفض مؤشر دو جونز بقيمة 200 نقطة اليوم بسبب القلق بعدم الوصول الى حزمة تحفيزية اقتصادية تاني طيب هيدا هيدا هي الابديت اللي صارت اليوم عم نحاول قد ما فينا نعمل هيدا الفيديوهات لنعطيكم اخر المستجدات وتطورات اللي عم بتصير فاكيد فيكن تنضموا لالواتس أب جروب تبعنا اول جروب عملناه سراحة وصلنا الى القدرة الاستبعابية القصوة فمعاش فينا نحط عالم بهيدا الجروب هلا رح نحط لكم لينك تاني مع هيدا الفيديو لجروب تاني كمان فتحناه فيكن تنضموا لهيدا الجروب نحنا عم نبعد اخبار حصرية وفيديوهات حصرية بشكل شبه يومي سراحة لحتى نعطيكم اخر المستجدات فيما يتعلق بهيدا الموضوع بعد عندنا شي خنت اكد ما عندنا شي اكيد اليوم فيكن تتابعونا بالليل على الساعة عشرة بعطيكم اذا صار اي مستجدات انا عندي حلقة اليوم الساعة العاشرة مساء نتحدث فيها عن المدارس والطلاب والاهالي والتعليم عن بعض وعودة الطلاب للمدارس لا حتصير ايه ولا لا شكلها مش حتصير والانتخابات بشكل عام فاكيد ان شاء الله اذا صار اي مستجد من هلأ لعشية خلال الحلقة الساعة عشرة مساء بعطيكم اخر المستجدات بهذا الموضوع ان شاء الله يكون انتم بخير اهلكم بخير والجميع بخير ونلقاكم الليلة ساعة العاشرة مساء في حلقة جديدة من برنامج اسأل الخبراء معي انا حسين هشم الى اللقاء السلام اشتركوا في القناة